طيب خلينا نروح للقاءات بعد المباراة دايما عودناكم بتبقى كاميرا قرارات الأهلي موجودة في احتفالات اللاعبين خلينا نروح لمرسلتنا هنا بلقاصم ولقاءات ما بعد المباراة فضليهان طوف you're playing against Samalek one of the best teams also in Egypt so I want to know how did you prepare for the games first congratulations to Samalek they fight very well in the two games and push us in a difficult situation during each set and it's not easy not easy because also the national team was have a period in Ghana and for both teams the players of the national team arrived late and it's not too much time for to prepare the games but the technically tactically situation I think we work it very well is the players and our mentality was very very right very focused and very concentrated in all the situation we have in the both games يعني طبعاً كنت بسأله إزاي يقدر يحضر لمباراياته أمام الزمالك خصوصاً طبعاً إن مواجهة الزمالك بتكون صعبة يعني هم من أفضل الأندية في مصر حيانه وقال إن هم استعدوا بشكل قوي للمبارايات وأكيد هنق فريق الزمالك على حصوله على المركز الثاني وإنه كمان استعد بشكل قوي للمبارايات وظهر بشكل جيد كمان هو قال إنه كان فيه تأثير كبير جداً لمعسكر منتخذنا الوطني ومشاركة في البطولة في غانا لكن رجال النادي الأهلي كانوا بيلعبوا بعقلية جيدة جداً وقدروا في الآخر يحسموا البطولة لصالحهم بدلاً لك فكرت. طبعاً حسنًا إذا سأريد تحديث عبر المساعدة للمبارايات الأهلي المنظرات أكبر هل ما أريدكم إلى المنظرين؟ أولاً أريد أن أخذك الأعمال من الثبات أمام الأمام بالتصاريات التذكرية المزيدة لأنهم عملاً بها أجدفع للإجابة المحاول ما قررت للمبارايات أكبر ولهم يظهرون من تحقية التزميلة إنه موقع لإستقعال، إنه موقع لإستحقال، إنه موقع لإستقعال وإن بعد 2 أو 3 دنوان، نتعرف على المقابل الأفريقية في حولنا ونحن نتوقع لهم أخرى في حولنا ونقوم بإستقعالوا معنا شكراً لك، شكراً لك، نتوقع لكي أكثر شكراً لك، شكراً لك في النهاية، قلت له، يوجه رسالة لجمهير النادي الألي لأنه جمهير النادي الألي، وهي مقاعدة كبيرة جداً في مصر هو الحقيقة حبي في البداية يشكر الجهاز الفني اللي كان ليه أكيد دور كبير جداً للمساهمة في الفوز في هذه البطولة ويوجه بقى رسالة للجمهير أكيد بارك لهم وقالهم حان وقت الاحتفال لكن كمان هو بقى بينتظر بطولة أفريقيا اللي هتقام أكيد في مصر على صالة الأمير عبدالله الفيصل وإن شاء الله كمان بقى رجال النادي الأهلي يقدروا يحسموها لصالحهم أكيد معنا مزيد من اللقاءات، ولكن الآن عاودة ليكم مرة أخرى في الستوديو